نفذ الجهاز الوطني للإيرادات 375 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهرين مايو ويونيو لعام 2023 وذلك في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز مستوى امتثال المنشآت التجارية حيث تم تنفيذ هذه الحملات من منطلق حرص الجهاز الدائم على تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية ضمن جهود الجهاز الوطني للإيرادات لضمان التطبيق السليم وزيادة معدلات الامتثال للقيمة المضافة والانتقائية وصل الجهاز تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية استمرارا للجهود المبذولة وذلك للإطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيس وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في المملكة كما تم خلال الحملة الرقبية التفتيشي على تطبيق نظام الطوابع الرقمية والتأكد من مدى وعلي المحلات بآلية تطبيق نظام الطوابع الرقمية وإلزامية وجود تلك الطوابع على المنتجات التي تشملها في الأسواق المحلية وتأتي تلك الحملات كجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية التي تتم باستخدام الوسائل المتطورة وأحدث الآليات الإلكترونية التي يطبقها الجهاز خلال عمليات التفتيش مما يصهم في إحكام الرقابة على الأسواق المحلية والتصدي للتهرب الضربي ومنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفات لضوابط نظام الطوابع الرقمية وفي هذا الإطار يؤكد الجهاز الوطني للإيرادات استمرار الحملات التفتيشية بهدف ضمان تطبيق السليم وزيادة معدلات الامتثال للقيمة المضافة والانتقائية وحث جميع الخاضعين المسجلين لدى الجهاز على الالتزام بتطبيق التشريعات إلى جانب أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر